هل سبق وأن واجهت موقفاً تتمنى فيه أن تمتلك المهارات اللازمة لتؤثر على الآخرين؟ أو لتكون كلماتك ذات صداً قوي يجعل الآخرين يتجاوبون معك؟ هذا الكتاب يهدف إلى توجيه القارئ ليصبح مؤثراً بمهارة باستخدام مزيج من التواصل الفعال والذكاء العاطفي وفهم العوامل النفسية التي تؤثر في سلوك البشر هنا نستعرض أبرز الأفكار التي تناولها الكتاب حول كيفية بناء التأثير بأسلوب يحترم استقلالية الآخرين ويعزز الروابط الإيجابية معهم الفكرة الأولى بناء الثقة الثقة هي الأساس الذي يقوم عليه كل تأثير ناجح فبدون الثقة لن يتمكن أي شخص من التأثير بشكل فعال على الآخرين يشير الكتاب إلى ضرورة أن تكون دائماً صادقاً وأميناً وتتعامل بشفافية في كل ما تفعله وتقول الناس يميلون للاستماع والتفاعل مع من يثقون به لذا من المهم أن تكون كلماتك وأفعالك متطابقة وأن تكون صادقاً في مشاعرك ورغباتك نصائح لتطبيق هذه الفكرة كن صريحاً لا تحاول التلاعب أو استخدام الأكاذيب لتحقيق ما تريد حتى لو حصلت على نتيجة مؤقتة سيكتشف الناس الحقيقة عاجلاً أو آجلاً وسيفقدون الثقة فيك اعترف بأخطائك من الطبيعي أن يخطئ الإنسان ولكن الأهم هو الاعتراف بالخطأ وتقديم الاعتذار الناس يحترمون من يعترف بأخطائه ويعمل على تصحيحها الفكرة الثانية فهم دوافع الآخرين واحتياجاتهم لفهم الآخرين والتأثير عليهم يجب أن تكون لديك القدرة على فهم دوافعهم واحتياجاتهم وهذا يتطلب منك الاستماع الجيد وملاحظة ما يقولونه وما لا يقولونه القدرة على فهم مشاعر الآخرين ودوافعهم يمنحك القوة للتواصل معهم على مستوى أعمق نصائح لتطبيق هذه الفكرة استمع باهتمام الاستماع النشط يعني التركيز الكامل مع الشخص الآخر دون تشتيت تجنب المقاطعة وانتظر حتى ينتهي من كلامه ثم قم بالتفاعل مع ما قاله بشكل يعبر عن فهمك الحقيقي لما يمر به استخدم الأسئلة المفتوحة هذه الأسئلة تشجع الطرف الآخر على التعبير بوضوح عن مشاعره وأفكاره مثل ما الذي يجعلك تشعر بهذا الشكل أو كيف ترى هذا الموضوع من وجهة نظرك الفكرة الثالثة كن قدوة إيجابية للتأثير على الآخرين بفاعلية عليك أن تكون قدوة إيجابية لهم فبدلا من إعطائهم أوامر وتعليمات حاول أن تكون الشخص الذي يتمنون أن يكون مثله يعزز الكتاب فكرة أن التأثير القوي يأتي من أن تكون شخصا ملهما ومحترما وأن تظهر الالتزام بقيامك ومبادئك في كل أفعالك نصائح لتطبيق هذه الفكرة تصرف بما تقول عندما يرى الآخرون أنك تطبق ما تقول سيحترمونك أكثر ويثقون في كلامك كن ملهما اجعل حياتك ومواقفك مثالا يحتذى به ارفع سقف طموحاتك واعمل بجد لتحقيق أهدافك الفكرة الرابعة استخدام التواصل العاطفي بحكمة تؤكد الدراسات أن البشر يتأثرون بالعواطف أكثر من المنطق في كثير من الأحيان لذا يشدد الكتاب على أهمية استخدام التواصل العاطفي وذلك من خلال إظهار الاهتمام الحقيقي بمشاعر الآخرين واستخدام لغة الجسم المناسبة التي تعبر عن المودة والتفهم نصائح لتطبيق هذه الفكرة استخدم التواصل البصري التواصل البصري يعزز من مشاعر الثقة والاحترام وهو وسيلة فعالة للتعبير عن أنك تهتم بالشخص الآخر تحكم في لغة جسدك تجنب الحركات التي قد تفسر كأنك غير مهتم أو غير صادق وركز على أن تكون لغة جسدك منسجمة مع ما تقوله الفكرة الخامسة كن صبوراً ومتفهماً التأثير ليس أمراً يحدث بين عشية وضحاها بل هو عملية تحتاج إلى الصبر والاستمرارية يظهر الكتاب أن الصبر يعد سمة أساسية لمن يسعى للتأثير الفعال كما أن التفاهم والتسامح يساعدان في بناء روابط قوية ويمنحانك مساحة للعودة وتجربة طرق جديدة للتأثير نصائح لتطبيق هذه الفكرة لا تستعجل النتائج إذا كنت ترغب في إحداث تغيير في سلوك أو موقف شخص ما فاحترم الوقت الذي يحتاجه للتفكير والاقتناع تقبل اختلاف الآخرين لن يفكر الجميع مثلك لذا كن متقبلاً لوجهات نظر الآخرين وافهم دوافعهم ومشاعرهم الفكرة السادسة تعزيز الرغبة في التغيير داخل الشخص يتحدث الكتاب عن قوة دفع الناس ليشعروا بأنهم يرغبون في التغيير من داخلهم وليس نتيجة للضغط الخارجي فبدلاً من محاولة إجبار الناس على فعل شيء حفزهم ليكتشفوا الفائدة من التغيير وشجعهم على اتخاذ القرار بمفردهم نصائح لتطبيق هذه الفكرة قدم لهم أمثلة إيجابية بدلاً من فرض آراء أو توجهات معينة قدم لهم أمثلة على أشخاص استفادوا من نفس التغيير وضح الفوائد ساعدهم على رؤية كيف يمكن لهذا التغيير أن يؤثر على حياتهم بشكل إيجابي الفكرة السابعة الاهتمام بالأسلوب وتجنب النقد المباشر النقد المباشر قد يجعل الناس ينفرون منك ويجعلهم يشعرون بالحرج أو الإهانة لذا يقترح الكتاب تجنب النقد المباشر واللجوء إلى أساليب أخرى للتعبير عن الملاحظات بشكل غير مؤذن نصائح لتطبيق هذه الفكرة استخدم النقد البناء عندما ترغب في إعطاء ملاحظة حاول أن تكون إيجابياً في طريقتك وأن تركز على السلوكيات وليس الأشخاص استخدم أسلوب المدح قبل الملاحظات قبل أن تقدم ملاحظة سلبية قدم للشخص بعض الثناء على ما قام به من أعمال إيجابية الفكرة الثامنة استخدام الذكاء العاطفي يتحدث الكتاب عن أهمية الذكاء العاطفي في فن التأثير حيث أن القدرة على فهم مشاعر الآخرين والتعامل معها بشكل مناسب تجعل من الشخص قادراً على التواصل بشكل أعمق وأشمل مع من حوله نصائح لتطبيق هذه الفكرة كن متعاطفاً حاول فهم مشاعر الآخرين من وجهة نظرهم وتجنب الحكم السريع تفاعل بمرونة في المواقف التي تتطلب مرونة حاول أن تكون مرناً في تعاملك الفكرة التاسعة التحفيز والمشاركة الأشخاص يتجاوبون بشكل أكبر عندما يشعرون بأن لهم دوراً فيما يتم تحقيقه يشير الكتاب إلى أهمية تحفيز الآخرين وإشراكهم في صنع القرارات مما يزيد من التزامهم واندماجهم نصائح لتطبيق هذه الفكرة اشكر الناس على مجهوداتهم التقدير البسيط يعزز من رغبة الآخرين في المشاركة أشركهم في اتخاذ القرارات عندما يشعرون أنهم جزء من الفريق يزيد ذلك من حماسهم الفكرة العاشرة كن واضحاً ومحدداً في أهدافك يؤكد الكتاب على أهمية أن تكون واضحاً حول ما تريد تحقيقه عندما تتواصل مع الآخرين الوضوح في الهدف يجعلك تتجنب التشتت ويمنحك تركيزاً أكبر مما يسهم في توصيل رسالتك بفاعلية أكبر ويزيد من فرص التأثير نصائح لتطبيق هذه الفكرة حدد ما تريد من التفاعل قبل بدء المحادثة حدد هدفك وما ترغب في تحقيقه منها سواء كان الإقناع أو بناء علاقة أو فهم وجهة نظر جديدة استخدم لغة بسيطة وضوح اللغة يساعد الآخرين على فهمك بشكل أفضل وتفادي أي لبس أو تفسيرات خاطئة الفكرة الحادية عشر اعرف نقاط قوتك وضعفك من المهم أن تكون مدركاً لنقاط قوتك التي تجعلك مؤثراً وتعمل على تعزيزها وأيضاً تتعرف على نقاط ضعفك وتسعى لتحسينها الشخص الذي يعرف نقاط قوته وضعفه يكون أكثر قدرة على التواصل بثقة وتجنب المواقف التي قد تؤثر سلباً على مصداقيته نصائح لتطبيق هذه الفكرة استثمر في نقاط قوتك استخدم نقاط قوتك بشكل واعي واستفد منها لتبرزك قائد ومؤثر في محيطك اعمل على تحسين نقاط ضعفك حدد نقاط الضعف وتعلم كيفية التعامل معها بفعالية الفكرة الثانية عشر استثمر في بناء العلاقات طويلة الأمد التأثير القوي لا يتوقف عند تحقيق الأهداف الشخصية فقط بل في بناء علاقات طويلة الأمد تستند إلى التفاهم المتبادل بناء العلاقات الدائمة يتطلب منك الاستمرار في التواصل بصدق مع الأشخاص الآخرين وتقديم الدعم المتبادل نصائح لتطبيق هذه الفكرة استمر في المتابعة والتواصل بعد انتهاء المحادثة أو اللقاء احرص على متابعة الأشخاص وتعزيز التواصل فهذا يدل على اهتمامك الحقيقي ساعد الآخرين على تحقيق أهدافهم عندما تدعم الآخرين وتساعدهم فإنك تخلق شبكة من العلاقات المبنية على الثقة والاحترام المتبادل التأثير على الآخرين ليس مجرد مهارة بل هو فن يتطلب فهماً عميقاً للعلاقات الإنسانية واحترام خصوصيات الآخرين واحتياجاتهم باستخدام الأساليب التي يقدمها الكتاب يمكنك أن تكون قادراً على بناء تواصل فعال ومؤثر يساهم في خلق روابط قوية قائمة على الثقة والاحترام